سأل كريم الفاضل يسأل يقول أذنى المغرب وأنا في مطار بلدي وكان في نفس وقت صعود الطائرة فكيف أدري صلاة المغرب نقول أيها المباركون هذا السؤال الأسوء فيه أن الله عز وجل أقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وحدث بالمسعود وغيره أي الإسلام أفضل أو أي الإيمان أفضل قال شهدت أن لا يلقد ثم قال الصلاة على وقتها كما في الصحيح فإذا كان وصولك إلى المدينة الأخرى يكون قبل دخول وقت العشاء فالأفضل لك أن تؤجل الصلاة حتى تصل إلى المدينة التي أنت مسافر إليها هذا إذا كان السفر قصيرا لكن إذا كان وصولك إلى البلدة الأخرى سيؤدي ذك إلى خروج الوقت فتصلي في الطائرة أو في السفينة إذا كنت مسافرا بالبحر أو مسافرا بالجو والقيام هنا مع القدرة واجب وركن في صلاة الفريضة دون النافلة قال تعالى وقوموا لله قانتين واستقبال القبلة أيضا شرط في صحة الصلاة فلنولي أنك قبلة ترضاها فتتج إلى القبلة وتسله قائما حتى يقول الشهر المسيح توا وإن دارت السفينة أو الطائرة فتدور معها لتصل إلى انتجاه القبلة طيب إن شق عليك ذلك كله وكما قلت في سؤالك لا يوجد مسلة في الطائرة إن شق عليك فما ستطعت أن تصلي في الممرات أو ما ستطعت أن تصلي وقفا في مكان الكرسي الذي أنت موجود فيه فتصلي على حالك مكبرا في التجاه القبل ما ستطعت إلى ذلك سبيلا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وللقايدة الفقهية المشقة تجرب التسير والقايدة الفقهية إذا ضاق أمر للتسع ومن أهل العلم من يقول إذا كنت أنت الآن منتقل من بلدك إلى بلد أخرى حتى وإن دخل وقت الثانية فيجوز لك أن تصليها جمعا أن تصليها جمعا للتأخير يعني المغرب سعافا والعشاء تصليه ركعتين إذا كنت مسافر مدة القصر ومسافة القصر اللي هي ثمين كيلا فأكثر على البعد المكاني والمقات المكاني وأربعة أيام في أقال على المقات والبعد على البعد الزماني وأنا صلى الله عز وجل للتفقه والصلاة ليبتمين أعكم صلى الله عليه ورحمة الله وصحبه السلام وأخير دعوانا للحمد لله حرف العالمين